قبل أن نحل المسألة ، أريد أن نرى في الامتحان ، قبل أن نحل المسألة ، يأتي هذا السؤال كيف يأتي ؟ سأسمع بعض الوقت هنا هذا المخود الذي قدرنا هذا المخود الذي قدرنا في الامتحان 2019 سأتحدث عن الامتحان السؤال لنا هو هذا السؤال من أول ، وقم 2 سأقوم بقم 2 هذا السؤال أول شيء يقول أن هذا المنطقة أسمع كفر الزياد ، فرع ورشيد هذا الجدول يمثل مجموعة من البرامتح التي قدرناها من حوالي أربع سؤال يبقى أن نحل الجدول في سؤال 1 سؤال 2 سؤال 3 سؤال 4 سؤال 2 سؤال 3 سؤال 3 سؤال 3 سؤال 3 سؤال 3 1 1 3 2 1 1 1 2 هذا هو مديني جدول تاني خاص بالستشا مديني هذا هو مديني خلال فصل الصيف خلال الشتاء والوبيع والصيف والصمد والخييف وكامل في بلتي والتي دي اس والدي والبي اتش نبدأين هذا الجدول ليستستفيد منه حاجة هذا الجدول ليستستفيد من المساءة هذا الجدول ليستستفيد من المساءة هذا الجدول ليستستفيد من المساءة لكي أجيب الـ NSF لنحن نشحرهم قليلا ماذا المقروب في السؤال؟ أقول لي المقروب في السؤال الأول بلوت ووتر كوالتي رسالتس إن ذا ووتر ساندر فانت محتاج تعمل مثل التطبيق اللي انا خدناها في أول أو تاني سيكشن أما رسمنا تشارطات قبل كده ورسمنا فيها الـ DO ورسمنا فيها الـ DO ورسمنا في كل عنصر كما تخذنا في الـ XL قبل كده ورسمنا في أول سيكشن وهذا المقروب أول في المسألة هذا المقروب سوف تعملوا في الجدول وفي الجدول هذا الجدول لا يوجد أهمية في المسألة لكنه أهمية في السؤال الأول أن تعمل منحنيات أو الشرطات سواء كانت خطوط متكسرة وترسم عليها كل بانترس سوف ترسم منحنة للـ 4 قيم للـ TDS للـ DO و هكذا نفس القصة تأتي هنا في الـ و تبدأ ترسم التربية الوحدة في الصيف وفي الشتاء وفي الخليفة وفي الوبية سوف ترسم TDS الوحدة في الـ هذا السؤال الأول و هذا لا يوجد علاقة بالمسألة التالية اللي علاقة بالمسألة التالية هو السؤال التالي الذي يقول لي Water Calculate Water Quality Index NSF Water Quality Index و زي ما قلنا قبل كده حتى لو في الامتحان ما قالش NSF Water Quality Index فانت بوضو هشتغل بالـ NSF Water Quality Index المطلوب هذا الأخير يقول لي اعطي شئ و سنتحدث عنه بعدين يبقى المطلوب مني في السؤال أو أهم نقطة في السؤال هو النقطة التالية التي يقول لي أحسب NSF هو مديني في المسألة مديني أول حاجة الجدول هذا هذا الـ W و لكن الـ WI التي نحسبها مجموحها مجموحها في الأخير واحد هو قيمة الـ WI يبقى أول جدول في المسألة هو قيمة الـ WI هذا أول حاجة المطلوب الأولاني هنروح أرسم تسع رسومات على كل برامتر منهم أه للأسف يعني مش تسع بس على فكرة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر حداشر تسع بسع 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 بس في أين طيب إيماطة أو البناء؟ بص هو أنا أقول لك أنا أعطيك هذا الستاندر وفي الأغلب هي المفهوضة تكون مبادئة في الامتحان يعني في الدكتورة في الامتحان سنة الفاتحة عملت إيه؟ جئت تحت هنا كده وعلى فكرة لو أنتم فتحت الأكتيفتي هتلاقي عاملة كده حط خانة تحت هنا مكتوب فيها الستاندر وكتب التمبيرتشة بكام حتى حتى فأقلني إمبارحة القصة دي الستاندر ومديني التمبيرتشة ومدينيك الـ TDS ومدينيك الـ Dوفيه في الامتحان في الأغلب هتجبها لو لم يدهاش أنا هبعكدوكم إن شاء الله بـ DF في الستاندر دي لكن في النسبة كبيرة هي هتديك قيم الستاندر دي يبقى كده خاصة بالسؤال الأول؟ تماما السؤال الأول؟ سؤال الأول أننا سنرسم 16 رسمة في الامتحان والله يا جماعة تفهم فيها مع الدكتور يعني تفهم مع الدكتور على قصة دي هو عبكة الامتحان سهل جداً ومباشر يبقى صعب يعني المشكلة يا بشماندس فيه واحد زي كده بيبقى بطيق بيضع الامتحان بقى في الحاجات اللي زي دي هتيل خلي ديه في الأخذ خلص أو ما تحل كل المسائل وتريد أنك أخذ ربع ساعة في ساعة حاولت تعمل قد ما تضم منهم يعني طب يا بشماندس الـ 11 تشارت الأولين اللي نحن عارفينهم اللي هو التمبيرتشة لغاية ما نوصل للبتاع الأخذر ده اللي أنا مش عارفة انتها ده المشكلة الكوفورم اللي الأربع التنعيم بقى كل فصل أو اللي أربع فصول مع التربلينيتي مثلاً؟ يعني يعني هعمل محوى أبقي ومحوى باسي المحوى أبقي ده بيومثل ايه؟ بيومثل الترباتي عفاً محوى أبقي ده بيومثل ايه؟ بيومثل الترباتي يعني حط أربع نقاط وينتر وسبيرنج وثمر وأوتن ورأسي بيومثل الترباتي وأبدأ أمثل الترباتي هذا الترباتي في شهر الشرق ورقمه كام في الوبيع كام وثمر كام واؤن كام وها كذا انتوا عرفت يا بالضعاء وقت المسألة ماشي؟ عشان بسنوح نقلص يبقى كرسم سهل جداً موضوع السؤال الأول ده سؤال الثاني ده اللي موم بنسبنا أول حاج جبن في المسألة بيديه القيام بتاعته طب ايه تاني بقى بيدينا جبن في المسألة؟ بيدينا اللي احنا بقى الاخر اللي امتحان خالص حبقنا حد الاخر اللي امتحان دول التسعة شرطات واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة دول التسعة شرطات اللي انت هتحسب بيهم قيمة QI يبقى هم تديك جدول تحسب منه ومتديك تسعة شرطات تحسب منهم قيمة QI اللي تحت ده ده اللي احنا قلنا نحسب منه أو نحول منه قيمة من النسبة المقاوية من المقاوية لنسبة المقاوية يبقى اللي جاء اللي موجود تحت ده اللي احنا قيمة تحويل من قيمة D.O بالمقاوية من المقاوية مقاوية مقاوية تحويل من المقاوية احنا قيمة تحويل من المقاوية ومقاوية نحل من المقاوية ونبدأ نحل مقاوية على مقاوية المقاوية انتظر من المقاوية لتحويل من البرامتر. الاول بس يعني انا وقي قبل بوضو ما تجيشتغل المسألة دي حاول تحديد البرامتر اللي معاك واللي مش معاك. يعني تعني كما مع بعض. وحتى الناس كلها معايا يعني. البرامتر اللي معايا اللي هي التاسعة اللي انا ممكن اشتغل بهم. وايه اللي مش معايا. التنبلشة معايا ومش معايا. معايا. اه. معانا. دي قو معانا. والب او دي معانا. السي و دي. مش طبعنة ده. مش معانا. اه البي اتش معانا. البي اتش معانا. اللي فيه معانا. الحديد الف اي مش معانا. المانجانيز مش معانا. طب هلأ انا معايا كل اللي عنصر واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. يبقى أنا هنا قبل مبدأ بس كده عشان بوضو انت في الامسحان ما تلغبطش. الـ COD والـ FE والمانجانيس دول مش تبعنا. ده وقم واحد. يبقى انت كده خلقت دول مش معانا قطر. وانتقصت كده مش تلاقي لهم تشاطر أصبر من المسألة. وقم اثنين. كم عنصر معانا؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. يبقى أنا أقول في الأول كده انها معايا ثمان عناصر. مش معايا التسعة. عشان ده مهم جدا في الحسابات على فكرة. يبقى جدا في الحل. يبقى أنا معايا ثمانية. ممكن في الامتحان الدكتورة تسهل شوية. ديك سبعة ديك خمسة ديك ثلاثة على حسب العدد الموجود عندك أو حسب البرامض اللي ضمن التسعة عناصر أبدأ أشتغل. سأبدأ أشتغل. سأبدأ أول حاجة. سأعمل جدول صغير كده. وأخذ فيه الستيشن بداعك. عاد الستيشن اي بي سي. القيم بتاع التمبيرتشر زي ما هي. اللي هي موجودة في الجدول اللي بتاع المسألة. زي ما هي. إحنا زي ما اتفقنا. عشان نحل المسألة دي. ما باشتغلش على الوطر تنبيرتشر. لا. أنا باشتغل على الوطر تشنج. التغيير في درج الحار. فأول خطوة مطلوبة مني. أنني أريد أن أحول الوطر تنبيرتشر بالعادي. للتغير في درج الحار. هو من هنا أربع قيام. أخذ. من خمسين سنة. هم اشتغلوا بالتسعة دول. هم اللي عملوا المرحانية دي. فمش هتلاقي المرحانية غير التسعة دول بس. طمام. يعني هم التسعة دول الأساس. أه دول الأساس دول الموجودين بس. مفيش مفيش أي مرحانية تانية. حسنا باش مهندس أنا لو لقيت التوتال تسبنت تسولد وما كانش مدينة التوتال تسولد 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 تسولد. لأما تسولد 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 تس يمكن أن نستطيعها مع بعضها. لكن القيم بتاعة الـ BOD والـ COD فقط هو الذي سنعمل به. وكذلك الدكتورة ليست فيها في هذه الحصة. يعني هي ليست تغيير أنها تحطار. لا. عندما تجدك في المسألة TLS أو TSS واحد فيها. بالنسبة للـ BOD لو لا تستعمل في الـ COD. يجب أن تستعمل في الـ COD. يجب أن تستعمل في الـ COD. تماماً جداً. حسناً، أول شيء، خطوة رقم واحد. أريد أن أحول من الـ COD العادي للتغيير في الـ COD. كيف هي هذه المعادلة؟ أن التغيير في الـ COD الذي هو الـ DELTA T عبارة عن T نفسها، درجة حوارة نفسها في الـ COD. ونقص الـ COD من الـ COD. ومتوسط الدماغات الحوارة. كيف تستعمل في الـ COD؟ هجمع كل الـ COD الموافضة معي في المسألة وقسمهم على عادتهم. كما تعلمون أن تستعمل المتوسط على مجموعة الأرقام على عادتهم. ومتجمع القيام كلها وقسم على عادتهم. ويظهر معي بقم 25.7. سوف نقوم بقم 25 من 10. سوف نضغط الأزام ونقوم بقم بقم. سوف نضغط الأزام ونقوم 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 بقم. اشتركوا في القناة 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 لأن هناك شخص يوجد مشكلة على فجل الخطوات يجب عليها ضبجة ويجب عليها ضبجة ويجب عليها ضبجة ويجب عليها ضبجة هناك شخص يجب عليها ضبجة سهل جيدا نحسب نحسب قيمة WI وفي المعادلة هناك شخص يسمى وهناك شخص يسمى QI هذا سهل جدا لأنه مجباً في المسألة ستجد أن في المسألة من المسألة هذا هو أفقي لا تتفق أن هذا الجدول أفقي والرأسي في المسألة هذه قيمة وقيمة وقيمة فأناك الآن تجد في المسألة يجب عليك 9 عناصر هل تسعى عناصر الموجودين معنا في الماسألة؟ ولا يوجد عنصر بإحنا الغناه يعني ليس معنا تسعى فيه عنصر ومكانش موجود ما هو هذا العنصر؟ وهو Total Fusbate هو ما يدنش معلومات لا على TDS ولا على TSS ولا على أفهم هو ما يدنش معلومات على TB ولا PO4 ما يدنش أي قيم لتسمى TB ولا تسمى PO4 يعني أنا كده ما عنديش الجزء بتاعة Total PUSFI فبتالي أنا بلغي خلص من الحسابات عندي وبعندي مجموعة قيمة الـWI في كام 9 و 10 يبقى أنا قضى بحقه تحت هنا كده 9 و 10 يبقى أول حاجة بعملها بحسب أنا مجموعة قيمة الـWI اللي هو المقام التحت ده فحسبه إزاي لأنا باجي عند الجدول ده وبجمع قيم الـWI بتاعة البونتوس الموجودة معها في المسألة بس فأنا هنا شرط القيمة بتاعة Total PUSFI لأنها مش معايفة المسألة مش مجموعة أي معلومات عن الـPB ولا على الـB-O-4 جمعت تعملها 9 و 10 يبقى واقم تحت كام هنا 9 و 10 فاضل بقى الـWI و الـQI الـQI بقى نكسبها ازاي؟ نحس القيم الـQI لكل الثامن بعملها أنا أشتغل بس على ستشن واحد طبعا أنت في الامتحان هتشتغل على الـLobby Station أنا بس هتشتغل على ستشن A و أنت تعمل نفس القصة لـ Station D و Station C و Station D أول شيء نتكلم عنها Station A الأول لأن S يريد أن يحسب كل ستشن واحد وليس يحسب كل المسألة على بقى أنا أخذت المثال هو بستشن واحد وأبدأ أشتغل عليه الأول كما اتفقنا بنلغي الحاجات التي ليست معانا فأنا قد أجد أن السلو دي خالص ليست معانا والحديد ليست معانا والمانجانيز ليست معانا لكن بقية الثمانية دول يعتبرون من ضمن العناصر التي ليهم تشبطات أو المعدلة في حسابك ما أخرى ما قمت بك كتعديل؟ قمت بأن هذا الوطر تنبية شرد أنا حولتها الوطر تشنج بدل من تحديد بدل من أجد 24 نUFFLE أنا أقوم بلغي الحاجة فإن معانا دول يحصل على الاستقاني أولا غطرًا الإنصال يحتعل في ما أabsować المسألة في حالة ابلاة نحصل على منزل للحين ziest هاد النازل المداصد لكن دول لا أقوم بالنسبة المقاوية ستعمل على إطمائنا أقول duh akh ساعة و 80% الوقت هم يبدأ أحسب الـ QI لكل العناصر الـ 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 فنأتي أول حاجة مثلا لمنحنة مثل هذه أول من أن هذا منحنة ستجد مخطوب معاك هنا في المنحنة قيمة أن هذا يحسب الـ 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 الزلطة أوسجين هذا المنحنة الخاص ب الزلطة أوسجين حسابه كيف؟ سهلة جدا عندما تكون قيمة الـ 9.8% ستجد المنحنة هنا و تخرج منها 9.8% ثم تدخل قيمة الـ قيمة الـ قيمة الـ هذا بالنسبة لمنحنة الـ يبقى ثاني أنا لدي 9 منحنات بدأت أول حاجة بالمنحنة ممتع الـ دي أو دي أو يحصلها عندي 89% يعني طبعاً هذا 80% و هذا 100% يبقى 90% تقيمة هنا فالـ 90% تقيمة الـ تقيمة الـ تقيمة الـ تقيمة الـ حد ما خبطت في المنحنة و بعد أن تقيمة أفكي وبركت تقيمة و يصبح تقيمة الـ هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة لديهم بالنسبة لـ فيكا الـ سوف تدور في التسع شرطات التي تدعوني جبن في المسألة الأخي وقعا خلص في الامتحان فأنت مكتوب هنا أن هذا شرط وقع موضع الخاص بالفيكل فروفوم أو تجد مكتوب تحت F-C وده معناها الـ F-C فالواقم بكامل للفيكل فروفوم يجدوني جبن في المسألة أن الواقم هنا ألفين أقوم بخلص في ممطقة themef-C هذه شرط الاعلان كامل للفيكل فروفوم سوف تقعة ممتاز بالفيكل فروفوم يبدأ بثر من الفياه المنونة في ممتاز بكامل 55 فروفوم الملاحظة دي مهمة قوي إذا وجدت في المسألة أن الرقم ده أكبر من 100 ألف متخش المرحنة لا، على طول الخلاب كام بثنين مثل دي او بوضو لأنا بجانة الدي او كتب لي لو دي او أكبر من 140 اخذ الكيوب كام بخمسين فلا، الملاحظة دي مهمة قوي في الانتحان لأن ساعات الدكتورة مثلا انت كنت حسبت للنسبة المعونة على 340% فساعاتها لو طلع رقم ده أكبر من 140% تاخد كام تاخده بي 50 هذا بالنسبة لكيك الكوكم بالنسبة لي دي او هناخد عنصر تاني مثل بي اتش البي اتش عندي كام في المسألة بي اتش عندي 8.4 هي تقريبا 8.5 تقريبا هيا هيا جاء هنا كده عن 8.5 تقريبا هنا كده 8.4 من 10 ل8.5 و 8.5 من 10 أطلع هنا أحسب قيمة البي اتش تقريبا بكام بسبعين يبقى أن هناخد 8.5 من 10 اطلعت ان انا جبتها كان بسبعين لو حد جابت 71 مش قضية 69 مش قضية يعني رقم الاختلاف ده لا يوجد اي مشكلة لان الراقم لان الراقم بتاع الوطا فورت الديكس في الاخر ما بيتقريرش في صورة كبيرة طيب نحب من حاجة تاني الجزاء زي قيمة الوطا عندي كان في المسائلة 13 بوينت 64 يبقى اجي هنا كده ادور على 13 يبقى محصورة بين 10 و 15 يعني اطلع فوره هنا كده بالمصطبع بالقلم الوصاص وهيحسب قيمة الـ قيمة الـ تلقت معي في المسألة هنا 24 قيمة الـ قيمة الـ بالنسبة لي الـ بوضع اخد بالجد من الملحوظة تحت قال لي لو الـ اطلع اكبر من 30 اخدوا بثنين ان هنا موجود هنا اكبر من 30 يعني هنا مش موجود هنا اكبر من 30 في المنحنة والمنحنة هنا مش مكمل فساعدتها لو قالك اطلع عندي اكبر من 30 اخد اقل قيمة خالف لو كمسا في الـ الـ طيب الـ التغير في درجة الحرارة موقع المنحنة ان نتحن ان stresses اطلع من 30 طيب لا اسم ترى الجزء تقريباً متماسل هنا كان سالب 0.1 أربعة وتحرك هنا سالب 0.1 أربعة وأصلح هنا فوق هنا حاجة تقريبية وأحسب قيمة Q وطلع معي تقريباً 87 من مال هل هناك شخص المشكلة في هذه الحسابات؟ أو هل هناك شخص يوقفني؟ تماماً؟ وموضوع صحيح ولكن نحتاج وقت نحن لدي شخص ثاني وهو النتابات نمسح هذا لكي لا يوجد تدخل قيمة النتابات في المسألة كام؟ قيمة النتابات في المسألة كام؟ قيمة النتابات هنا في المسألة فوق 9 من 100 يأتي هنا تقريباً 1 وهذا 1 من 10 وهذا تقريباً 9 من 100 تقريباً من 10 أو 4 من 100 لا يوجد تدخل من 10 ولكن هناك شخص تقريباً وهذا 1 من 97 يعني لا يوجد وقت للمسألة 100 ولا يوجد وقت 90 أو 100 الآن مؤمنين هذا تقريباً ولكنه واضح هنا أنه يومار تقريباً وواضح أنه يومارت ممكن يومارت أو 96 وأنه يومارت طيب بالنسبة للعقابة بعد كده عمية المنحنة بيمثل العقابة كم العقابة هنا؟ العقابة عندي هنا 22 يبقى تقريبا عن المنحنة هنا عندي 20 إلى 30 تقريبا 22 هنا كده أطلع حقوق هنا كده وبعدها يجي عندي المنحنة أحسي القيمة لو كنوا 22 طيب يعني 59 يعني تقريبا مصح 59 طيب بعد كده عندي آخر حاجة فعلى عقابة TDS وحقوق مثلا 200 تدي اس و تقريبا كده عندي كم قيمة كم قيمة TDS في المسؤلين عندي 200 ولقد طلع هنا بـ 200 و هذا مضرب المنحنة و نكتشفه ثم أحسى قيمة الـ Qor معي حوالي 73 قيمة الـ Qor يبقى حسباني الـ Qor سهلا جدا أهم حاجة أنت تعرف أمدي شوط بعد أن تعرف مكاللة شارب رمعات مصطاعة وقلم وصاص بالمصطاعة وقلم وصاص تطلع على المرحنة رأسي وبعد نقوم بقيمة الكيوب خلي بالجد من الملاحظات تحت لكي تستفيد منها لو لقيت الوقم بتاعك ليس موجود في المرحنة إذا كانت الوقم أكبر من 500 فأخذ الكيوب 20 لأن الوقم لدينا 500 في المرحنة أخذ الوقم لكيوب 20 هذا لدينا آخر رقم حسنوص له بعد ذلك لن اخذ بالنها من الكيوب وذلك سأقوم بحسب منه الوقت الوقت ولموحوات التي تبقى موجودة تحت نعملنا فقامنا القيم بعد ذلك نعمل هذا الجدول في الماسألة تحديم 8 عناصر امتكاتب 8 عناصر لمتصرم والطلابت الحراب لأن نقص بي وتريبتي وتدعس كده أنا كتبت الآن عنصر الـWI دي جاية منين في المسألة وده الجدول اللي هو موجود في المسألة وفيه قيم الـWI أو الـ Weight of Factor بتاع العنصر طيب الـQI اللي جبتها منين جبتها من الشرطات المنحناء اللي إحنا دخلنا حالا دلوقتي بدخل على كل الشرط وبطلع وبجيب قيمة الـQ طيب بعد ذلك المعادلة بتاعتي في المسألة عن الـWI في الـQI على الـWI هدوى بكل الـWI بتاع كل عنصر في الـQI بتاع كل عنصر هدوى بالـWI بتاع الـWI بتاع الـWI بتاع الـWI نفس القصة نفس القصة للـ pH نفس القصة للـ temperature change بضوى بالـWI في الـQI بعد ذلك نفس القصة مجموحهم اللي هو 57.43 ده مجموع كل الـWI بتاع كل عنصر وفي الـQI بتاع كل عنصر حسبناها من قليل ما قلنا هذا هو اللي يمثل هذا هو اللي يمثل هذا هو اللي يمثل درجة جولة الماء طبعا المفترض أن يكون معي هذا الجدل يحفظه أو في الامتحانات دكتورة يجيبه أو لا وفي الامتحانات وفي الامتحانات ففي الاخر لدي هذا البعصتين محصورة مبين الـ 51 والـ 70 فبعصتين محصورة محصورة مبين الـ 51 والـ 70 فبالتالي الواقم يمكن أن يكون الماء تعتبر ميديم بعد حسب الواقم يطلح قادر أقول الماء كويسع أو لا هل هي جود هل هي باد وهكذا في حد يا جماعة عنده أي سؤال في المزئين ده احنا خلصنا استيشن وقم استيشن ايه آآ في حد فيها عنده أي سؤال رابع شمعاند اسماليش هو الواحدة بتاعته بس أنا شايفها في الجدول الماكرو جرام على اللتر وفي الجدول تاني شايفها رقم كده على مية آآ ميلي آآ اشتغل بالرقم من دولار عاطلهم ما تحولش هي تحولات فيه تمام يعني الالفين هي موجودة في الجدول زيها كده هناخش بالالفين في الجدول على عاطلهم آآ ما تضيرش حتى لو لو مجيك في مسألة هي دي غلطة هنا في الجدول ده الموجود انها عدد على ملي آآ على مية آآ ملي متر هذا الواحدة الصحيح حتى نحن بإمكانك مل الصحيح في الشحن لهذا الموجود لكن اي وحده ستحاول براكم اشتغل على رقم كده تعطو برا من دولار Wirly خلو برا من قل تماما لا تحدث من تحويل من الناس لا كhealthم من هذا الأؤ Earl B سأقوم بستشان B وساقوم بستشان C وستشان D وبعد ذلك سأجيب المتوصف esian. بشأن C وستشان D سأجمحهم وما Què ومتوصف لكم استشان كلها. اه انا كده خلقت. في حد عنده اي سؤال في اللي انا شخمان نهارفض? يبا انا هكوم بنافس الخصوات دي في الايه في الاربع الاستيش. في حد عنده ايه سؤال? ايه? 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 ايه ايه? ايه بس ايه بس ايه وفي الشيط اللي فيها ايه. طيب انا بس معلش انا انا عندي ايه كبان او ربع ساعه ولازم او حول كده. ماذا كده? فانا بوعد كل مسبوعه جاي هنعمل مجمع او ساكشان ايه لوحده هنقوم بتاع كل الاسئلة دي. انا بس هزعرف المطلوب من ايه بسه بش مهندس. عشان انا مش عارف مطلوب من ايه? طيب انا هقول لك ده قبل بس ما نخلص جوز ايه دي اللينك اللي موجود في الاخر ده يا جماعة. يعني هو ده ده لينك موجود على النت. ممكن منه تحسب قيم الكيوهات دي من غير ما تدخل على الشرطات. لو عايز انت في البيت تأكد ان ان حلق صح او لا. ممكن تدخل على اللينك ده. طيب بالنسبة لي موضوع الاكتب دي والحاجات دي. بصورة عشان بس الوقت يعني. ايه بقى مطلوب من انا صحيح الفترة الجاية عشان بس الناس تكون واضحة معنا في الصورة. عشان بنا بس الانشهر الوقتين. موسيقى 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 موسيقى